بنتكلم على هذه الأوضاع الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم ورفع أسعار الفايدة في الفيدرالي فيأثر على أسعار الفايدة في الشرق الأوسط وفي الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك فيحصل خلل اقتصادي في العالم كله جو بايدن طول الوقت يتكلم عن ارتفاعات أسعار برميل البترول اللي بيحصل في أمريكا اتأثر جدا بسبب ارتفاع سعر الطاقة اللي بيحصل في العالم تأثر بسبب سعر الطاقة جو بايدن جاي على المنطقة في القمة الخليجية بحضور مصر والأردن والعراق صديقي العزيز جون جاي علشان يتفاوض ويتكلم على خفض سعر البترول ولا جاي علشان يشوف إسهام في حل أزمات المنطقة أو بوادرها الحالية خصوصا أن أنا عندي الزيارة بتاعت أولي العهد السعودي لقاهرة ثم إلى الأردن ثم إلى تركيا يعود مرة أخرى سالما إلى المملكة العربية السعودية وأنا عندي لسه فيه أزمة قائمة حتى اللحظة دي القوات التركية جويا تخترق المجالات الجوية العراقية وتقوم بالضرب هل في زيارة بايدن بوادر لحلول أو بحث لحلول واللي جاي يتكلم على الزيت وروح بصوا سؤال مهم جدا وأنا هجاوب باختصار الأول أقول هو جاي بحثا عن مصالحه وليس لحلول لقضايا أو أزمة المنطقة الولايات المتحدة لا تملك حاليا حلول الولايات المتحدة بصراحة شديدة إدارة ضعيفة مرتبكة لديها مشاكل كبيرة جدا ولديها مخاوف أنه إذا استمرت الحرب الأوكرانية الروسية بهذه الوثيرة تقدم روسي حتى نوفمبر المقبل احتمالات كبيرة جدا الحزب الديموقراطي حيخسر الانتخابات انتخابات التجديد النصفي في نفس الوقت هو بيحتاج إلى من يساعده في الضغط على روسيا طيب هما دلوقت بيحاولوا أن هما يضغطوا على روسيا من خلال يعني منعها من تصدير الغاز لأوروبا صدرت للصين فصدرت للصين بس في نفس الوقت لسه أوروبا هو السوق الأكبر وعندهم خطوط الغاز لألمانيا والتركيا دي خطوط أساسية فيعمل إيه؟ يجي عشان يطلب من الدول العربية من المملكة العربية السعودية ومن الأمارات ومن قطر أن هما يزودوا إنتاج البترول وبالتالي يزود الضغط على روسيا ده حاجة أولى يعني ده قضية أولى ستحتل أولوية في الزيارة لكن في حاجة تانية كمان فيه فكرة أنه يحصل تعاون دفاعي يعني أو منظومة دفاع صاروخي في المنطقة تشارك في إسرائيل لتحييد السواريخ الإيرانية هو يعني فيه فكرة بتضطرح في الحضارة عبدالخليج أيوة إنه عشان لو حصل حرب بين إسرائيل وإيران السواريخ الإيرانية ما توصلش لإسرائيل وفي نفس الوقت علشان الحسيين أو إيران لو قصفت أي دولة خليجية طب نعمل إيه؟ نفرش المنطقة بمنظومات دفاع جوية سواء منظومات هق أو غيرها ويكون بتعاون بين الدول العربية الدول الخليجية وبين إسرائيل بشكل كبير جدا إذن هو جاي لمطلبين مهمين لكن إحنا في نفس الوقت فيه مطلب عربي مهم قوي إنه هو الضغط على إسرائيل لتخفيف قبضتها على الفلسطينيين للدخول في مفاوضات سلام لوقف انتهاكات القدس الانتهاكات اللي بتتم في الأقصى والقدس ومحاولة إحداث تقسيم زماني ومكاني ده يعني شيء مهم جدا وشيء مهم آخر إن الولايات المتحدة إذا وقعت أي اتفاق ناوي مع إيران هذا الاتفاق يبقى شامل ما يبقاش أضعف من الاتجاه اللي فات ما وفقش على إن إيران تستمر في البرنامج الناوي بمعدلات منخفضة بعد ما قطعت فيه شوت كبير جدا وقاسبها تنتج متى شاء من سواريخ ومن مصيرات وقاسبها تواصل تدخلها في المنطقة في قضايا لصالح الولايات المتحدة ولصالح إسرائيل وفي قضايا للجانب العربي المطلوب أو يعني زيارة الأمير محمد ابن سلمان ولي العهد بتشمل مصر وتركيا لأنه دولتين إقليميتين كبار في محاولة لتخطي الخلافات بشكل كبير مع تركيا بعد المبادرات التركية المحاولة يعني العودة إلى السوق العربي المحاولة كسب الاستثمارات العربية وما إلى ذلك فمقابل أن تركيا تدخل في منظومة الدفاع عن المصالح العربية والمصالح الإقليمية وما تقافش موقع وده معناه أنه لازم تركيا تتخلع عن علاقة استراتيجية ما بينها وبين تركيا أزل تركيا ما بينها من إيران وده يعني أعتقد أنه ده المطلوب من تركيا في مقابل أن أنت تسمح بعودة الاستثمارات الضخمة لتركيا السياحة لتركيا لكن الأهم ما يتعلق بنا أنه مفيش حاجة زي دي ممكن تتم بدون تنسيق مصري سعودي عالي جدا هذه الجولة هي أول جولة للأمير محمد بن سلمان جولة بتشمل أكتر من دولة مش زيارة فردية من 2019 وده الجولة اللي بيقوم بيها في الزكرة الخامسة لتولي منصب ولي العائلة وبدأ بمصر لما المصر من أهمية كبيرة جدا في النظام الإقليمي مصر لها موقف ثابت أنها ستشارك في الدفاع عن أمن الخليج إذا تعرض الخليج للخطر والرئيس متمسك بكلمته صحيح مسافة السكة وبالتالي هو عايز يعني يمتن هذه العلاقة لأنه شعرين أنه الخطر الإيراني بيزداد في نفس الوقت يعني في أفاق ضخمة للتعاون بين مصر والسعودية سواء في حل المشاكل السياسية المشاكل الأمنية موجهة الإرهاب وفي المجال الاقتصادي يعني زي ما قالت الدكتورة أسماء عندنا فرص تعاون مصري سعودي لا تنتهي أسواق كبيرة في البلدين عندنا في مصر مثلا نمنى الاتفاقات اللي اتعاملت اتفاقات خاصة بتطوير بنية تحتية مصر عندها خبرات وقدرات حاليا فعمل بنية تحتية في أي مكان على سطح الكرة الأرضية بردك تعاون في مجال الأمن السبراني وده مهم جدا لأنه هناك يعني فرق خاصة من مجموعات الهاكرز الإيرانيين شغالين على يعني محاولة إزعاج المنطقة بالكامل مصر لديها هذه الخبرات المملكة العربية السعودية تحتاجها المنطقة تحتاجها ولكن في نفس الوقت ما زالت أمريكا هي القوة العظمى الأولى في العالم ولابد أن تتعامل معها لكن بندهي طيب يعني قد نذهب بعد كده لنقطة تهديد العروش بس الأول عايز يعني The Decline of the American Empire زي كده الرومان فهو عمليا بادئ يعني هو عمليا بادئ وتقريبا من 2017 بدئ وكان ليه بوادر بدئ تقريبا من سنة 98 كان فيه مؤلف مهم جدا على القصة دي المترجمات لك